موسيقى 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 اليوم كنعيشون نوع من الحزن وبالتالي قلنا هالدورة هذي غدا تكون خصيصا إهداء الحاجة شاشنا بعد الوفاد ديال الله يرحمه الياتيم والطفل المتخلى عنه كيعيش ظروف لا يعلموها إلا الله هو الياتيم في حد ذاته في المغرب ما كينش اهتمام كبير لا من طرف الجهات المعنية لا من طرف ربما كين اهتمام ولكن ما كيفيش لدرجة أنه يغطي أو يحسن الوضعي دي الطفل الياتيم في المغرب والطفل المتخلى عنه ولهذا كنتلقنا دائما كننظروا من أجل المغرب بدون أطفال متخلى عنهم لأننا كنشوفوا المعاناة اللي كيعانيوها بشكل مستمر في الميدان كنشوفوا المعاناة دياله الأطفال المعاناة الأكبر هي المعاناة البسيكولوجية ديال الوليدات وبالتالي كنحاولوا ما أمكن نحاربوها الظاهرة عن طريق حلول يعني معقولة وواقعية وكنحاولوا ما أمكن نقنعو هذا أنه يحاول والذي يشتغل على هذه التوصيات باش نخرجوا بنتيجة نهي معها الظاهرة في المغرب مني كنقولوا مغرب بدون أطفال متخلى عنهم في أفقه 2030 وما كنقولوش أننا غادي نوقفوا مثلا العلاقة الجنسية خارج مؤسسة الزواج وغادي المغاربة غادي يتسموا بأخلاق أخرى ولا لا غادي بقى المجتمع كما هو احنا ما عندناش سرطة على المجتمع إلا أنه على الأقل هاد الأطفال هادو غادي القولهم يا ندعو الأسرة ديالهم البيولوجية أنها تكفل بهم ويبقوا عندها وندعمو الأسرة البيولوجية مديا ومعنويا وندعموها تقنونان باش تقدر أنها تحافظ على ذاك الوليد ديالها أو لنقولو أسرة بديلة حل بديل عن المؤسسة ديال الرعاية الاجتماعية لأن المؤسسة ديال الرعاية الاجتماعية فاشلوا في هذا الدور لم يؤدوا هذه المسألة والدليل على ذلك هو العدد الكبير العدد الهائل ديال الأطفال اللي كيعيشوا داخل المؤسسات وخاء أنه يكون كيقرم زيان وكيكون غادي في إنكاريغ زي ما سكوليغ غادي فيها مزيان راه المشاكل النفسية ما كان نطبطبوش عليهم ما يمكن لهاش أنها تحل ما بين ليلة وضوحة نحن سعادة بالنداء صاحب الجلالة للاجتهاد من أجل تغيير المدوانة ديال الأسرة لأن المدوانة الحالية نعتبرها انتكاسة في مجال حقوق الإنسان وضربا صارخ في مجال حقوق الإنسان لأنها أول حاجة في مدخلها في الباب مثلا الثالث ديال البنو والناسب من المدخل دياله يفرق ما بين الأطفال ويتحدثوا عن ولادة شرعية وولادة غير شرعية يعني هناك أطفال شرعيين وأطفال غير شرعيين في حين أن الدستور ديال المملكة والمواتق الدولية كلها كتدعو إلى المساواة ما بين جميع الأطفال مهما كانت ظروفهم مهما كانت العائلية ديالهم الأطفال غير شرعيين بالنسبة للمدوانة ما كيتميزوش بقع هذوك الليزافونتاج اللي عند الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج وهدف حداته يعني كيخليهم يعيشوا مدى الحياة ديالهم في واحدة يعني الوضعية دائماً كينها واحدة الإحساس ديال النقص ما كيكونش عندهم اعتراف بالأباء ديالهم ديال الأباء ديالهم رغم ما وخيتبت أن الأب البيولوجي أن الأب والأب البيولوجي ديال هذك الطفل وبالتالي ما يمكن لوش ياخد للنسب دياله للتشحة لأنه تزاد خارج مؤسسة الزواج ودف حداته يعني ضرباً من الحق جوهري من حقوق للطفل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر